رئيس الوزراء يؤكد اتخاذ الدولة تعديلات ثورية في قوانين الاستثمار ويعلن نجاح برنامج التروحات في الحصول على 1.9 مليار دولار الجيش السوداني يقوم بعملياته تمشيط بمنطقة أومدرمان العسكرية وواشنطن تدعو لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة قادة نيتو يكتمعون في ليتوانيا ومطالبات بإلغاء قانون العلاقات بين الحلف وروسيا السادس مساء بتوقيت قاهرة الثالثة بتوقيت جرينيج نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى 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 الدولة من النقد الأجنبي لأن دي دايما هي التساؤلات اللي احنا كلنا بنتساءل حنعمل إيه في أزمة الدولار وحنعمل إيه في أزمة العملة الصعبة وإنتوا كدولة لازم تقول لنا إحنا بنتحرك إزاي في هذا الشرق. اللي عايزة أقوله يمكن فيما يخص المحور الأول موضوع مشاركة قطاع الخاص والحقيقة يمكن إحنا دخلنا أنا بقولها بمنتهى الأمانة بتعديلات ثورية في قانون الاستثمار وخدنا الحقيقة العديد من قرارات الكبيرة جدا اللي كان القطاع الخاص بيحلم بيها فيما يخص مناخ الاستثمار ويمكن كان عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني دي بداية انطلاقة كبيرة جدا في تفعيل العديد من القرارات أكدها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موصلة الدولة العمال على توسيع نطاق الشركات التي تحصل على الرخصة الذهبية للاستثمار وأضف مدبولي أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات التحفيزية للاستثمار والتي من بينها إعفاء المشروعات وفقا للضوابط من حق الانتفاع لمدة عشر سنوات أو رد جزء من قيمة الأرض التي يقام عليها المشروع التوسع في نطاق الشركات اللي تحوز على الرخصة الذهبية إحنا كان القانون بيقول إنها فقط للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة لكن إحنا دخلنا في التعديل إن لأ تبقى لأي مشروعات الدولة المصرية ومجلس الوزراء شايف إنها تستحق إنها تاخد هذه الرخصة فنقدر إن إحنا نعمل هذا الموضوع كل القيود اللي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخصها وبالذات في مجالات يمكن كانت مرتبطة بصناعات بتقوم على الغاز الطبيعي والطاقة زي صناعات البيتروكيمويات ابتدينا النهاردة بنسمح إنها تبقى موجودة وتعمل بنظام المناطق الحرة ولكن طبعا مرتبطة بموافقة المجلس الأعلى للطاقة علشان يبقى مرتبطين وملتزمين إن فيه توافر الطاقة الكافية لهذه المشروعات فنقدر نفتح لها هي كمان نظام المناطق الحرة وفتحنا المدة اللي ممكن إنها يعني تؤسس من خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات لغاية تسع سنين علشان يبقى موجودة والحقيقة يمكن نقطة مهمة جدا في التعديلات وديه اللي أنا حابب إن أنا أصلت عليها الدو إن النهاردة بقى من خلال التعديلات اللي تقدمنا لها للبرلمان ويمكن حصل عليها النقاش في مجلس النواب مؤخرا وإقرار موافقة عامة لها إن إحنا يجوز بقرار من المجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات اللي المجلس يحددها تحديدا إن يعفى من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنين يعني بمجرد ما يشغل المشروع أنا ممكن أعفيه لغاية مية في المية من حق انتفاع للأرض لمدة عشر سنين إن أنا أردله حتى جزء من خيمة الأرض لو هو بيتملكها إن نسمح بإنشاء منافس جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري وارداته بالاتفاق مع وزارة المالية كما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلغاء المعاملة التفضيلية والامتيازات التي كانت مقررة للشركات المملوكة للدولة والعاملة في المجالات الاقتصادية وعشر مدبولي إلى موفقة مجلس نواب على القرار مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المسوافة عامل مع مختلف الشركات تقدمنا بمشروع قانون بيلغي كل المواد القانونية اللي بتمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة اللي بتشتغل في قطاعات الاقتصادية والاستثمار ودي كان مطلب مهم جدا في إطار الحياد التنفسي وإن يبقى فيه مسواة في التعامل ما بين الشركات المملوكة للدولة والشركات القطاع الخاص وده بالفعل أقرنا وتم اعتماده مجلس النواب بالفعل النهاردة اعتمدوا بصورة نهائية عشان يبقى كده بنلغي أي معاملة تفضيلية كانت موجودة لشركات الدولة اللي موجودة الحقيقة يمكن يعني موضوع الشركات النشأة وإن ده كانت دايماً مطلب إن يعني الموضوع ده ينظم إحنا الحقيقة أنشأنا وحدة تبع المجلس الوزراء مباشرة عشان هي اللي تبقى مسؤولة عن حوكمة وإدارة هذا الموضوع وتساعد المواطنين على أو الشباب اللي هو عايز يعمل شركات نشأة لهذا الموضوع أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نجاح برنامج الطروحات المصري في الحصول على واحد وتسعة من عشر مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة حتى الثلاثين من يونيو الماضي وأشار مدبولي إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار لفتاً إلى استهداف الدولة ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية من أعلن النهاردة إن إحنا حققنا يعني عقود مع القطاع الخاص اللي ستعلنه معالي الوزيرة بإجمالي واحد وتسعة من عشر مليار دولار أمريكي إجمالي اللي ستعلنه معالي الوزيرة إن إحنا كدولة نتخارج من عدد من الشركات بإجمالي واحد وتسعة من عشر مليار دولار منهم حصيلة دولارية بالفعل ستدخل واحد مليار وستمائة وخمسين مليون الباقي اللي هو مئتين وخمسين مليون دولار دي ناخدهم بالجنيه المصري أو خدناهم بالفعل لأن جزء منهم اللي هو كان الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى اللي معالي وزيرة التخطيط ستتكلم عليهم ولكن ما تم تنفيذه حاليا واللي بنعلنه إن إحنا عملنا بإجمالي واحد وتسعة من عشر مليار دولار في خلال الفترة القليلة جدا القادمة هنعلن عن مجموعة أخرى بتتجاوز المليار دولار بس هنعلن عنها بمجرد الانتهاء منها في خلال الفترة الجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 وللمزيد حول أهم ما تضمنه المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء ينضم إلينا الزميل كاريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية نعم مؤتمر خاص وفريد من نوع لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي يتحدث عن نقطة هي يعتبر الأهم في هذه الأوقات قصوصا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة دائما حول العالم والتي تؤثر بشكل مباشر على الدولة المصرية خطوات عديدة اتخذتها الدولة المصرية والحكومة خلال الفترة السابقة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي بشكل عام خصوصا لسد الفجوة الدولارية وسد الفجوة بين الاحتياج وبين الصادرات والواردات في العديد من الملفات الصناعية والزراعية وغيرها من القوانين المختلفة التي تم تعديلها من أهم هذه القرارات كانت وفيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل على خروج أو تخارج الحكومة المصرية من عدد كبير من المشروعات الصناعية وغيرها من الشركات المختلفة وزيادة دخول نسب القطاع الخاص ضمن خطة كاملة للطاق النفوذ الكامل للقطاع الخاص في التعامل مع جميع الصناعات أو إدارة الملفات المختلفة سواء كانت صناعية أو زراعية في عديد من الشركات عن طريق طرح بعض الشركات وأصول الدولة المصرية في البورصة تحدث اليوم دكتور مصطفى مدبولي عن آخر التطورات التي حدثت في أكثر من ثلاثين شركة اثنان وثلاثين شركة تم عرضهم في البورصة وترحهم في البورصة خلال الفترة السابقة الحصيلة وصلت حتى الآن من هذه الطرحات إلى مليار فاصل تسعة من عشر مليار دولار لحصيلة هذه الطرحات وجاري العمل على مليار أخر خلال الفترة القادمة بإذن الله نتحدث عن أربع شركات بالفعل تم التخرج الكامل منهم من جانب الحكومة المصرية نتحدث عن شركات أخرى ثلاث شركات تخرج جزء تقريبا وسيوصل تخرج كامل خلال الفترة القادمة هذا فيما يتعلق بعدد الشركات التي تم العمل عليها من ضمن اثنين وثلاثين شركة تم طرحهم من قبل نتحدث أيضا عن المشاريع المختلفة فيما يتعلق بسد الفجوة الدولارية الرد على فكرة توقف المشروعات المختلفة التي تتعامل بالدولار أو حتى بعض المشاريع التي تتعامل بالجنيه المصري تم توقف بعض المشروعات إلى المشروعات التي تعدت سبعين بالمئة إلا أن هناك مشروع هام جدا ومشروع حياة كريمة وهو لم يتوقف على الإطلاق لأنه مشروع تنموي يخص تقريبا ثلثي الشعب المصري وهو من أكبر المشاريع في العالم تنمويا إن لم يكن الأكبر على الإطلاق نتحدث أيضا دكتور مصرفة مدبولي عن أن مصر أصبحت الدولة الأكثر جذبا للاستثمار خلال هذه الفترة وتكون هي الأولى في شمال أفريقيا والثانية أفريقيا بعد جنوب أفريقيا نتحدث عن جذب الاستثمار الأجنبي أيضا بعض النقاط الهامة التي ممكن أن نتحدث عنها فيما يتعلق بالمشاريع التي تهتم بها الدولة المصرية والعالم أجمع والمشاريع الخاصة بالهيدروجين الأخضر تم إصدار قوانين مختلفة وتشريعات مختلفة تم تحديثها لتسهيل إنشاء مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتقدمة نتحدث أيضا عن الرخصة الذهبية التي تم إعطاها للعديد من المشروعات والعديد من المستثمرين والعديد من القطاعات التي تم إعطاها هذه الرخص الذهبية إنشاء للشركات عن طريق فقط الشباك الواحد الإبلاغ عن طريق فقط الطرق الإلكترونية ليس هذا بحسب ولكن أيضا الموافقة على إصدار بعض الترخيص الخاصة بالشركات خلال عشرين يوما فقط وإذا لم يتم الرد خلال هذه الفترة يعتبر الموافقة موجودة بالفعل شاهد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تعاون في مجال رفع القدرات والإدارات الاستراتيجية وتهدف مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة محلة لاهتمام المشترك ومن بينها بناء القدرات البشرية ونشر وتعميق ثقافة تميز الحكومي وتنمية المستدامة وتطوير تقديم خدمات الهيئة وأتأتي مذكرة التفاهم استكمالا لجهود الدولة في مجال تحسين كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الرئيس عبدالفتح السيسي بتطوير وحة تيرسيوى وتحقيق مطالب أهلها خاصة ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعية مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذي مشروع الصرف الزراعي وفق التكلفات الرئاسية وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال المشروع جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع الحكومة اليوم بمقارها في العاصمة الإدارية الجديدة ووجه رئيس الوزراء وزير السياحة والأثار بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة بالتزامن مع ما تشهده الوحة من مشروعات تنموية على أن يتم أعداد برامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم لتمتع بمختلف أنواع السياحة ومراعة وضع محافزات لجذب مستثمر السياحة للوحة كما وجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بالواحة وحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين السيوى ومطروح ترجمة نانسي قنقر استعرضت الحكومة خلال اجتماعها اليوم محاور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن النسخة الرابعة تستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي تتمثل في المحور الاقتصادي والمحور السياسي والتعليمي والمحور الاجتماعي والخدمي وتعد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج هي الأكبر حتى الآن حيث يشارك أكثر من ألف شخص من المصريين في الخارج من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ختام دور لانعقاد العادي ثالث من الفصل التشرعي الثاني للمجلس يأتي ذلك في موافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والذي يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية وذلك لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه ودعم اقتصادية السوق الحرة وخلق بيئة استثمارية تنافسية ترجمة نانسي قنقر التقه القائد العام لكوات المسلحة الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة لكوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجه مختلف القضايا والموضوعات التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة وذلك بقيادة قوات المظلات والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب محمد محمود عوض قائد قوات المظلات أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليؤدوا مهامهم بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وألقى الفريق أول محمد زاكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات الخاصة مشيرا إلى أن مقاتلي القوات الخاصة يتميزون بأساليبهم الاحترافية خلال تنفيذهم مهامهم المكلفين بها بما يتناسب مع طبيعة عملهم في حماية الوطن وصون مقدساته مثنيا على دورهم البطولي وتضحياتهم بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وأكد الفريق أول محمد زاكي أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي وأنها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وأوصى مقاتلي القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية واتباع أساليب التدريب المتطورة التي تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على آدائهم الراقي الذي يتمتعون به كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على الأمن القومي المصري واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم في مختلف الموضوعات مشيداً بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة اختتمت عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنوارة عملها اليوم في استقبال الحجاج المصريين لموسم الحجة هذا العام وقد بلغ عدد المترددين بها 26.337 حاجاً ولا يزال يعالجه بالمستشفيات السعودية 18 حاجاً منهم 11 بالعناية وحالتهم مستقرة وسيتم نقله معاودتهم بالتنسيق مع السفارة المصرية والسلطات السعودية لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية خلال الفترة القادمة ومع مغادرة آخر أفواج ديوفر رحمن من الحجاج المصريين أنهت البعثة الطبية أعمالها في تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية منذ بدء رحلة المقدسة وحتى المغادرة كان لقاء رئيس البعثة أعضائها للتعرف على آخر الموقف الصحي للحجاج المصريين بالمستشفيات وكيفية عودتها إلى أرض الوطن وتقديم الشكر لأعضاء البعثة لما قدموه من جهود مضنية لديوفر رحمن خلال هذا الحدث الجلل هنا حوالي 25 حالة منومة بالمستشفيات بيتم التنسيق وتقييم جميع الحالات منومة بالمستشفيات سواء كانت بمكة أو المدينة المنورة لتقييم الحالات والتنسيق ما بين كافة السلطات وشركة الطيران لنقلهم إلى مصر الحبيبة بإذن الله وده عن طريق التنسيق ما بين السفارة المصرية والسلطات في وزارة الصحة السعودية وشركة الطيران لتوفير ساعة الإسعاف لنقل المرضى من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية بسيارات إسعاف إلى المطار مباشرة والتنسيق ما بين الإسعاف المصري عند وصولهم إلى الأراضي المصرية لنقلهم إلى أقرب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية مباشرة ومباشرة وتقييم الحالات ومتابعة الحالات في مصر الحبيبة بإذن الله والأدوية كافة الأدوية كانت متوفرة على مدار السعر لكافة المنتفعين والحجاج والحمد لله يعني كل الحجاج خدوا خدمتهم الطبية بشكل كال أعضاء البعثة الطبية كبيل المغادرة عبروا عن امتنانهم وسعادتهم البالغة في مساعدة وتقديم أوجه الرعاة الطبية للحجاج المصريين أينما كانوا خلال أدائهم المناسك كواجب وطني وسط أجواء روحانية عالية وسعادة لو توصف أن ربنا استفاد أن نحن نحج السنة ونخدم جميع أفراد الحجاج المصري الحمد لله الفترة اللي فاتت الجميع كان بيعمل على أكمل وجهة قدرنا نقدم خدمة ولو يعني بسيطة للحجاج المصريين خاصة والحجاج عامة الحمد لله ربنا وفقنا وقدنا فريدة الحج الحمد لله يا رب نكون عند حسن ظن الجميع ربنا جميلة والنزيزة ورحلة حلوة هينعم كنا بنشتغل بس الحمد لله قدنا فريدة مختلفة بمجموعة حلوة رئيس بيعسة متفاهم بنا بريس بيعسة رائع بمدير عيادات أحلى بجروب ومجموعة أحلى وأحلى حسنة جميعنا بنشتغل حسنة نحن بنحج وبنشتغل في نفس الوقت يا ربنا إن شاء الله تقبل مننا اللي عملنا ده فخر لنا وللبلد وللوزارة ومجهود من ناس كلها يشكروا تحت قيادة عظيمة زي طور حساني ومعايا الوزير الصحة الناس ما أثرتش الدكاترة ما أثرتش إحنا اشتغلنا لآخر دقيقة نميل إن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا إن إحنا نقدر نخدم الحجاج ونكون في خدمة الحجاج ونساعد البعثة الطبية إنها نتقدم هامها في خدمة الحجاج وضيف الرحمن وإن إحنا البعثة الطبية تظهر بأحسن شكل وتقدر تخدم الحجاج المصريين وغير المصريين نتمنى إحنا نقدرنا نقدم الحجاج على أجمل وجه الواحد مبسوط جدا بخدمة الحجاج في الفترة اللي فاتت والواحد كان يتمنى يكون قد أفضل ما عنده ويسمحون لو حصل أي تأثير غير مقصود وعلى صعيد المتصل كان مسؤول الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوزارة الإعلام السعودي بتكريم فريق الإعلام المعني بالبعثة الطبية لتغطيتهم المتميزة خلال الرحلة المقدسة وبانتهاء أعمال البعثة الطبية المصرية في تقديم خدمتها العلاجية والواقائية حتى مغادرة ديوف الرحمن لأرض الوطن تبقى ذكريات حلوة مغلفة بروحانيات ربانية تبقى في الأذهان أبدا الظاهر محمد حلمي التلفزيون المصري نفذ الجيش السوداني عمليات تمشيد بمنطقة أومدرمان لتطهيرها من قوات الدعم السريع عشر بيان للقوات المسلحة السودانية إلا أن هناك عمليات هروب جماعي لقوات الدعم السريع وفي سياق منفصل أعلن الجيش السوداني دحر متمرد الحركة الشعبية قيادة جوزيف توكا وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية فادحة في منطقة النيل الأزرق دعت السفارة الأمريكية بالسودان الأطراف العسكرية في السودان لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة لتقليل الدرر الذي لحق ويلحق بالبلاد ومعاناة الشعب السوداني وإشارت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان إتر انتهاء أعمال الألية ربعية لقمة إيجاد إلى أن الدعوات التي تطلقها بعض الأصوات السودانية لرفض أي تسوية تفاوضية للنزاع ومواصلة القتال غير مسؤولة وتتعارض مع رغبة المدنيين السودانيين في إسكات البنادق وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية وذلك عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكار كار هذا ويستمر توفد الفرين من العمليات العسكرية في السودان إلى مصر عبر معبر أرقين وقسطل الحدوديين وللمزيد معنا من أمام ميناء أبو سنبل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك باسم أبو العينين باسم دعنا في مزيد من التفاصيل عن الصورة لديك الآن باسم أكرر السؤال نريد مزيد من التفاصيل عن الصورة لديك الآن نعم مساء الخير تحياتي من مدينة أبو سنبل وبالقرب من الميناء النهري للمدينة طبعا نعرف جميعا منذ اندلاع الأزمة السودانية في منتصف أبريل الماضي والدولة المصرية تضع على عاطقها مسؤولية حماية الوفدين إليها من الشعب السوداني الشقيق ونعلم جميعا أن مصر لا تقيم أي معسكرات لاجئين وإنما تتخذ من الأشقاء إخوة لنا تستضيفهم على الرحب والسعة كوافدين إلى جمهورية مصر العربية ومعاملتهم كمصريين تقديم كافة الخدمات هنا التي تقوم بها الدولة مستمرة بشكل يومي وبشكل لحظي للمعبرين البريين في قسطل وفي أرقين والتي تمدهم الدولة بكافة الاحتياجات الطبية والغبائية واللوجستية من أجل تيسير عبور الوافدين أيضا هنا في أبو سنبل وتحديدا في مستشفى أبو سنبل الدولي تقوم الفرق الطبية بالتعامل مع كافة الحالات الطبية المحالة إليها وتقديم كافة الخدمات العلاجية لها وبالمجان بناء على توجهات السيد الرئيس وتكليفه لوزارة الصحة برفع المعاناة عن كاهل الوافدين إلينا من السودان الشقيق وبالفعل رصدنا حالات في المستشفى تم علاجها وبالأمس تحديدا كانت هناك سيدة سودانية تتلقى العلاج وقامت بسلامة الله وحمد وخرجت من المستشفى واستلمها أهلياتها وأكملوا رحلتهم بعد دخولهم إلى جمهورية مصر العربية ما نقوله أن الخدمات مستمرة يوميا وأن المعابر تعمل بكافة وكامل تقاطها في استعاب الوافدين طبعا نعلم أن الوافدين أغلبهم من الجنسية السودانية بعد إجلاء معظم أو كل الرعاية الأجانب من السودان وذهبوا إلى بلادهم وبالطبع الجليال المصرية عادت بسلام إلى أرض الوطن نعم باسم أبو العنين من أمام ميناء أبو سينبل كنت معنا شكرا جزيلا لك أدانى وزير الخارجية سمح شكري بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم مطالبا مجلس حقوق الإنسان والمفاوضية السامية لحقوق الإنسان بإلاء الاهتمام اللازم لتفشي ظاهرة الإسلام وفوبيا وخلال إلقائه من خلال كلمة مسجلة بان مصر أمام جلسة النقاش العاجل حول تصاعد أعمال الكراهية الدينية التي تتجلى في الانتهاك المتكرر للقرآن الكريم أعرب شكري عن بالغ القلق ولستنكار لتكرار جرائم حرق المصحف الشريف على أيدي متطارفين والتي كان آخرها الجريمة التي وقعت أثناء احتفال الملايين من المسلمين بعيد الأطحى المبارك وشدد وزير الخارجية على ضرورة التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبها كما شدد على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد دولي للحقوق المدنية والسياسية واعتماد التشرعات التي تحضر التحريض على الكراهية الدينية قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين أن الرئيس محمود عباس سيتوجه غدا الأربعاء إلى مدينة جينين ومخيمها وذلك للاطلاع على سير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير وأضاف أبوردين أن الرئيس محمود عباس سيكتامع مع ممثل الفعالية الرسمية والشعبية أغلق متظاهرون إسرائيليون طرق سريع المؤدية إلى القدس المحتلة وحيفا وتل أبيب في ظل استمرار الاحتجاجات العامة ضد خطة الإصلاح القضائية وانطلقت الاحتجاجات بعد منح البرلمان الإسرائيلي الموافقة المبدئية على مشروع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا الرقابية والمضي قدما في تعديلات مقترحة بشأن السلطة القضائية يأتي ذلك فيما استخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين لافتتا إلى اعتقال 24 شخص استخدمت روسيا حق النقد الفيتو للاعتراض على تجديد عملية الأمم المتحدة لإرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا لمدة 9 أشهر ويأتي ذلك فيما أخفقت روسيا في تمديد العملية الأممية للإغاثة في سوريا ستة أشهر بمجلس الأمن الدولي قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ في افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلنطي إن الأعضاء سيتخذون قرارات مهمة فضلا عن الإعلان لمزيد من الدعم لأوكرانيا وتتصدر الأزمة الأوكرانية جدول أعمال القمة إلى جانب طلبين أوكرانيا والسويد لانضمام إلى الناتو وعدد من الملفات الاستراتيجية الأخرى على مدار يومين يجتمع قادة حلف شمال الأطلنطي في لتوانيا لعقد قمة تضغى عليها مستجدات الأزمة الأوكرانية وطلب انضمام كييف إلى الحلف وذلك بعد حدوث انفراجة في ملف انضمام السويد إلى الناتو بعد موافقة تركيا على طرح طلب استوكولم لانضمام إلى الناتو أمام البرلمان بما يمهد لدعم انضمامها فعليا للحلف في ظل عدم معارضة أطراف أخرى للطلب السويدية تصدر الأزمة الأوكرانية وانضمام أعضاء جدد قائمة اهتمامات القمة لا يغني عن بحث ملفات وقضايا أخرى خاصة بالناتو من بينها مسألة النفقات العسكرية والسعي لتحقيق هدف لم يتحقق منذ إقراره في عام 2014 بزيادتها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث خطة الحلف الاستراتيجية خصوصا أن العملية الروسية في أوكرانيا دفعته إلى مراجعة شاملة لأنظمته الدفاعية على جبهته الشرقية القمة التي تلتأم في فيلينيوس بحضور قادة الحلف المنتمين إلى قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية ستبحث أيضا زيادة الدعم المقدم إلى أوكرانيا والعلاقات مطالبات لتوانيا بإبطال القانون التأسسي للعلاقات والتعاون بين الحلف وموسكو إلى جانب تعزيز دفاعات الحلف وتعميق التعاون مع الشركاء من خارج الناتو الصين بدورها لن تغيب عن المحادثات لا سيما في ظل تخوف قادة الناتو من احتمال تكرار السيناريو الأوكراني في تايوان وفي هذا السياق يتطلع الناتو إلى تقييم مخاطر زيادة الاستثمارات الصينية في أوروبا وانعكاسها على الأمن القومي للقارة العجوز قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من الناتو مشيرا إلى ضرورة أن ينعكث ذلك على كل قرارات الحلف وفي مؤتمر صحفي له في العاصمة الليتوانية فيلينيوس شدد ستولتنبرغ على استمرار الحلف في دعم أوكرانيا مع وضع خطط واضحة للردع والدفاع المشترك مشيرا إلى اعتزام قمة رسال إشارة واضحة وإيجابية بشأن مصار اندمام أوكرانيا للحلف في قمة الناتو سوف نتفق على حزمة لأوكرانيا بدعم عملي وتقني وسوف نأخذ قرارات لنقرب أوكرانيا من العضوية إلى الناتو واللغة والصياغة الكاملة سوف تشكل اليوم وأيضا أن يكون هناك حوار متعدد الأطراف أو ثناء الأطراف مع أوكرانيا أو إطار عمل لضمان الدعم المستمر لأوكرانيا أظن أنني سوف أخت إذا تكلمت عن التفاصيل وكيف سوف نعلن عن هذا الأمر ولكن بالطبع سوف يكون متكاملا وسوف يكون إضافيا إلى القرارات التي نأخذها في قمة الناتو كما أشر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية ستولتنبرغ إلى أن أبواب الناتو تبقى مفتوحة أمام انضمام أعضاء جدد إليه لافتا إلى أن أعضاء الناتو هم من يقاررون في هذا الشأن وأوضح ستولتنبرغ أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يرسل رسالة واضحة بأن الحرب الروسية على أوكرانيا خطأ استراتيجي الرسالة الواضحة لروسيا وللرئيس بوتين أن أبواب الناتو تبقى مفتوحة وحلفاء الناتو يقررون بشأن توسيع هذا الحلف بالطبع الرئيس الروسي لم يوافق على هذا التوسيع ولكن نحن أظهرنا ونرى أن فنلندا أصبحت عضوا كاملا ويوم أمس قررنا أيضا أن السويد سوف تصبح عضوا وتركيا وفقت على بروتوكول العضوية والانضمام للسويد وهذه الرسالة الواضحة ويثبت على أن اعتداء أو حرب روسيا على أوكرانيا هي خطأ استراتيجي قال الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي أن عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو خلال قمة الحلف سيكون أمرا عبثيا وأضاف زيلنسكي أن الغمود المستمر حول انضمام أوكرانيا للحلف من شأنه أن يمد روسيا بدافع للاستمرار في هجماتها في أوكرانيا وكان زيلنسكي قد أعرب في وقت سابق عن ثقته في انضمام بلاده إلى الناتو أعلن رئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون أن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بصواريق طويلة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها وقال ماكرون أن القرار سيسمح للأوكرانيين بتوجيه ضربات للعمق والسمح لكيف بالدفاع عن أراضيها بالنظر إلى الحالة والهجوم المضاد الذي قادته أوكرانيا قررت زيادة تسليم الأسلحة والمعدات وتوفير قدر صاروخية بعيدة المدى للأوكرانيين كل ذلك مع الحفاظ على وضوح واتساق مذهبنا مما يعني السماح للأوكرانيين بالدفاع عن أراضيهم وهكذا قررنا إرسال صواريخ جديدة بعيدة المدى إلى أوكرانيا أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا إرسال رسالة دعم لأوكرانيا ووحدة الناتو مع تصميم على أن لا تكسب روسيا هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر قالت وكالة رويترز أن ألمانيا تضع اللمسات النهائية على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو وعشرت الوكالة نقلا عن مصادر إلى أن برلين ستعلن عن الحزمة خلال قمة حلف شمال الأطلنطي الناتو في العاصمة الليتوانية في لينيوس أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أهمية الوحدة بين الحلفاء في حلف شمال الأطلنطي في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وخلال أوجوده في لتوانيا لحضور قمة حلف الناتو شدد سوناك على رغبة بلاده في تعزيز العمل على أولويات القمة ومن بينها تعزيز التحالف لمواجهة مختلف التهديدات المستقبلية مع الاستمرار في دعم أوكرانيا ضد روسيا حسناً إنه لأمر رائع أن أكون هنا في لتوانيا لحضور قمة الناتو ذكرتنا آخر خمسمائة يوم من حرب بوتين في أوكرانيا بالوحدة الدائمة وأهمية هذا التحالف العسكري الخاص للغاية الذي كانت المملكة المتحدة في قلبه طوال فترة وجودها أعتقد أن أولويات هذه القمة هي تعزيز هذا التحالف حتى نتمكن من مواجهة تهديدات المستقبل وحماية أنفسنا بشكل كاف ضدها وأيضاً لمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي حتى يتمكنوا من الاستمرار في الكفاح من أجل خريتهم ومازالت نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها دول رابطة جنوب شرق أسيا تدعو لإعلان المتقى خالية من السلاح النووي أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا وجهت ضربة جوية لكييف في الساعة الأولى من صباح اليوم وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تاليجرام إن روسيا هجمت كييف من الجو للمرة تانية هذا الشهر مضيفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا قبل أن تصل إلى أهدافها ولم ترد معلومات بعض عن وقوع أضرار بشرية أو مادية وقال سلاح الجو الأوكراني أن الصفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق كييف دوت لمدة ساعة ولأكثر من ساعة في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليج كيبر استهداف طائرات مسيرة روسية منشآت للحبوب في أحد مواني مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا وتضم أوديسا ثلاثة منافذ بحرية أساسية في اتفاقية تصدير الحبوب التي تنتهي مدتها في السبع عشر من الشهر الجاري وأوضح الحاكم القاس بأوديسا أن قوات الدفاع الجوية الأوكرانية لم تسمح بنجاح خطة روسية للهجوم على محطة الحبوب في أحد مواني المدينة ندد رئيس مجلس الدومة الروسية باتشلاف فولودين باستمرار بولندا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة وأضاف فولودين أنه في اليوم الذي يصادف ذكرى ضحايا مذبحة البولنديين في فولين غرب أوكرانيا تزود ورسو كيف بإمدادات منتظمة من السلاح لارتكاب ما قال المسؤول الروسي إنها جرائم أوكرانية جديدة انظر المستخدم بإما أن هذا سيكون اعلنت شركات التأمين في فرنسا أن الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي تبلغ 650 مليون يورو وقالت فلورانس ليستمان رئيسة اتحاد شركات التأمين في بيان أن حوالي 90% من هذه التكلفة تتعلق ب3900 ملكية للمهنيين ومجتمعات محلية تضررت من أعمال الشغب تصارع التضخم السنوي في ألمانيا في يونيو الماضي حسب قراءة النهائية إلى 6.4% من 6.1% تم تسجيلها في مايو وفقا لبيان صادر عن المكتب الفيدرالي الألماني للأحصاء وجاءت نتيجة شهر يونيو الماضي متوافقة مع التقديرات الأولية حيث ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا حسب التقديرات النهائية بنسبة 3.10% وكانت الأسعار قد ترجعت في مايو بنسبة 1.10% وظلت أسعار المواد الغدائية المحركة الأكبر لتضخم حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.7% أما أسعار التاقة فقد صعدت بنسبة 3% على أساس سنوية أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني سلبية قراءات بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة خلال شهر يونيو الماضي وخلال الربع المنتهي في مايو وأظهرت البيانات ارتفاع طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بنحو 21.7 ألف طلب خلال شهر يونيو وهو أسوأ من التوقعات التي أشارت لتسجيلها ارتفاعا بحوالي 20 ألف طلب بعدما كانت قد سجلت تراجعا بمقدار 13.5 ألف طلب خلال شهر مايو السابق وفي نفس الوقت كشفت البيانات عن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4% خلال الأشهر الثلاث المنتهية في مايو على أساس سنوي وهو أسوأ كذلك من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 3.8% بعدما انخفضت بطالة بريطانيا إلى هذا المستوى بثلاثة أشهر المنتهية في إبريل قال البنك المركزي التركي إن العجزة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 7.9 مليار دولار في مايو الماضي وجاء الرقم أعلى من المتوقع فاستطلع أجراته رويترز بأن تبلغ قيمة العجز 7 مليارات دولار وكان عجز المعاملات الجارية التركية قد سجل 5.4 مليار دولار في أبريل وفي عام 2022 بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.7 مليار دولار دعت دول رابطة جنوب شرق أسيا سيان إلى إعلان المنطقة خالية من السلاح النووي جاء ذلك خلال اجتماعات وزراء دول المجموعة في إندونيسيا حيث تتناول الاجتماعات مختلفة قضايا المنطقة التي تشهد تطورا في نفوذ الصين والولايات المتحدة في وقت تشهد في المنطقة تجاذبات سياسية والطرابات عالمية في ضوء الأزمة الأوكرانية وتدعيتها الجيوسياسية انطلقت اجتماعات وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق أسيا أسيان في إندونيسيا بالدعوة إلى أعلان المنطقة خالية من السلاح النووي إن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة هو أولوياتنا وقامت المنظمة أصلا على تحويل المنطقة إلى مركز للمو لذلك يجب علينا الحفاظ على جنوب شرق أسيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية ويتوقع أن تهيمن على محادثات وزراء الخارجية أزمة ميانمار العضو في هذا التكتل الإقليمي وسط انقسام بشان عادة تفعيل مشاركة البلد بعد الاضطرابات السياسية التي شهدها وتعقب اجتماع وزراء خارجية أسيان الذي يستمر يومين مباحثات مع بكين وواشنطن وقوى أخرى حيث سيسعى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين إلى تصدي لتأكيد بكين سيادتها على بحر الصين الجنوبية ومن المقرر أن يُعقد اجتماع وزاري لتكتل أسيان زائد ثلاثة الذي يجمع دول أسيان مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين قبيل اجتماع الجمعة لوزراء خارجية قمة شرق أسيا التي تضم ثماني عشرة دولة بمشاركة واشنطن وبكين ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الروسي السيرجي لافروف اجتماع الجمعة الذي سيجمعه مرة أخرى في قاعة واحدة مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين بعد لقاء قصير سابق في مارس في ظل استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا وستسعى واشنطن وأعضاء أسيان إلى التصدي لسلوك بكين في منطقة بحر الصين الجنوبية المتنازع عليها وتؤكد الصين سيادتها في الممر المائي الاستراتيجي رغم احتجاجات العديد من أعضاء أسيان الذين يطالبون بحرية الملاحة دون عوائق واحترام مطالبهم بالسيادة ودعت مسودة البيان المشترك لأسيان إلى ضبط النفس في الممر المائي وقالت إن هناك زخما إيجابيا في المحادثات حول مدونة السلوك يعقد بعد قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين ويستعرض المؤتمر عرضا تقديميا لفعاليات الدورة الأولى لمهرجان العالمين المزيد وزميل محمود جميل مراسل تلفزيون المصري إلى مدينة العالمين نعم إيمان أهلا بك وبكل أسادة المشاهدين يعني انتهت مدينة العالمين الجديدة من الاستعداد لإنطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة عام 2023 نحن الآن نتواجد في المكان الذي سينطلق منه المؤتمر الصحفي بعد دقائق من الآن سينطلق هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى من المتوقع أن يشهد هذا المهرجان يعني حضور عدد كبير من الفنانين وأيضا من الوزراء والمسؤولين وأيضا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل هذه الاستعدادات تمت يعني على مدار اليوم للانتهاء منها واستقبال كل الزوار في هذا اليوم وتحديدا أيضا في هذا المهرجان الذي سينطلق بعد غد الخميس في الثالث عشر من يوليو الجاري حتى السادس والعشرين من أغسطس القادم كل الاستعدادات تم الانتهاء منها على قدم وساق في مدينة العالمين المؤتمر الصحفي سيكون به عرض تفصيلي للمسؤولين عن كل الفعاليات التي ستتم خلال هذا المهرجان كل مسؤول عن فعالية سيتحدث عن الفعالية الخاصة به وكافة التفاصيل الخاصة فيما يتعلق بالمواعيد والأماكن التي ستستضيف هذه الفعاليات ثم سيكون هناك كلمة لممثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ثم كلمة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثم كلمة للدكتور نيفين الكلاني وزيرة الثقافة وبحضور كل شركات التنظيم الكبيرة وكل المسؤولين للإعلان عن كل التفاصيل ربما هناك بعض الفعاليات التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالفعاليات الفنية حيث ستستضيف مدينة العالمين أولى هذه الحفلات الفنية في الـ 21 من يوليو الجاري للفنان تامر حسني غدا أيضا أو يوم الخميس والجمعة ستنطلق بعض الفعاليات الرياضية منها فعالية تحدي الجيل الذهبي بمشاركة نجوم الكرة القدامة في مصر وأيضا يوم الخميس ستنطلق رياضة التكبول بحضور أيضا نجوم عالميين في هذه الرياضة بالإضافة إلى مختلف الرياضات كرة القدم الشاطئية سباق السيارات مدينة العالمين تتزين ويعني تظهر في حلة جديدة بما تتمتع به من شواطئ ومن أيضا مناظر طبيعية جميلة ومن ممشى السياحي الموجود من المتوقع أيضا أن تستقبل مدينة العالمين في هذا المهرجان مليون زائر فضلا عن أن مدينة العالمين الموجودة على مساحة 48 ألف فدان تستقبل أربعة ملايين زائر مدينة العالمين واليوم أيضا التقص جميل في هذه المدينة التي تستقبل كل الزائرين من مصر ومن الوطن العربي كل مؤتمر الصحفي هنا سينطلق بعد قليل بحضور عدد كبير من المسؤولين وأيضا خلال الأيام القادمة سيكون هناك بعض الفعاليات الخاصة أيضا باستضافة ما يقرب من أشهر عشرة مصممين أزياء في الوطن العربي بالإضافة إلى أيضا بعض الحفلات العربية واستضافة عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي فبالتالي العالم سيشهد وأيضا الوطن العربي سيشهد انطلاق دورة أولى قوية يعني الذي نراه الآن يشير إلى دورة قوية من كل الجهات هنا أيضا نتحدث عن الجهات الأمنية في تأمين هذا المؤتمر الصحفي وأيضا بالتأكيد سيكون خلال الفعاليات القادمة فنتحدث عن استضافة عدد كبير من الفعاليات خلال هذه الفترة أيضا مهرجان العالمين الجديدة هناك عدد كبير من المزايا الموجودة في مدينة العالمين الجديدة والأسباب التي تؤدي إلى أن تكون هذه الدورة دورة قوية نتحدث عن ممشى سياحي موجود بـ 14 كيلو متر في مدينة العالمين الجديدة وهناك عدد كبير أيضا من الوسائل الترفيهية الموجودة في مدينة العالمين نتحدث عن منطقة الترفيهية التي يوجد بها مول تجاري به أكثر من 35 نعم محمود نعم محمود وصلت سورة محمود جميل أعتدت عن مقاطعتك أشكرك جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري إلى مدينة العالمين والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة الأخبار الاقتصادية لميرناءها بتفضل ميرناء شكرا إيمان شكرا صحر والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا بحث وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة مع نائب رئيس التنفيذي لشركة كاتر بيلر إنك العالمية تومس بيلت فرص زيادة التعاون مع الشركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في إطار استغلال كافة السبل لخفض الكربون في عمليات وأنشطة صناعة البترول والغاز وأشار المليل أن العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول إلى منطقة شرق المتوسط وما تتمتع به من فرص متنامية في ظل تعاون إقليمي فعال تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط من جانبه أكد توماس بيلت أن قطاع البترول والغاز المصري شريك موثوق تتطلع شركة لزيادة العمل معه وتوسع في أنشطتها داخل مصر ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي بنحو 2% وذلك بقيمة 3 مليارات و234 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وأظهر التقرير الشهرية الصادر عن المجلس التصدرية لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن نحو 10 دول استحوذت على 59.9% من إجمالية صادرات القطاع تصدرتها إيطاليا بنحو 321 مليون دولار ثم كندا وإسبانيا انتهت أخبار الاقتصاد والعودة إليكم سحر وإمام شكرا لكم وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة ويتبقى التذكير بالعنوية رئيس الوزراء يؤكدوا اتخاذ الدولة تعديلات ثورية في قوانين الاستثمار ويعلن نجاح برنامج التروحات في الهصول على 91 مليار دولار الجيش السوداني يقوم بعملية تمشيط بمنطقة أم درمان العسكرية وواشنطن تدعو لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة قادة الناتو يجتمعون في لتوانيا ومطالبات بإلغاء قانون العلاقات بين الحلف وروسيا ختم ونشرة السادساتاتكم من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء